سباح الخير متتبعي الكرام واني بيكون في حلقة جديدة من الحلقات اللي كنعدلكم اليوم وفي اطار الفيديوهات اللي كنعدل بخصوص العمل ديالي اليوم جيت نشترك معاكم واحد الفلوغ ديال عمل خارج القسم لتكليف بمهمة جارني واحد للتكليف بالمهمة من الاكاديمية باعتباري استادة مصاحبة هاد المأمورية هي انني عضف اللجنة المكلفة باجراء امتحانات الكفاء المهنية فكانت المأمورية بوجدور مشينا هنا كانوا دار معنا صبح بكرين جول الاكاديمي باش نقبضو لورد ميسيون ديالنا المسائل ديالنا القانونية صافي هون جيت طبعا عاقب من المشي سترك للمدرسة وعدت لهم غداهم وجدهم مسائلهم وامورهم وخليت طبعا الاب ديالهم يتكلف بمسائل ثانية اذا هون صافي جينا حانينا لترونسبوري لينجا وقبضنا الورق ديالنا ومسائلنا لهذا وبدينا مسائلنا اللي خاصنا دمعنا من الوثائق الرسمية ديالنا صافي وكانت هنا الانطلاقة هذي كيف تعرفوه دا المحطة جديدة دوك الدويرات ديال اسمه هذي الساحة ديال اللي حي دا حي معطلة اه عفوا الانطلاقة الامتغلية حتى ما قطبت نقيسهم على العمل وشغال البيت والأسرة والمسؤولية إلى غير ذلك ما قد زرتهم وهون هذي طريق البلاية كيف شفته هون طريق البلاية بنسبة لها المهمة هذي هي مهمة هذي الجزء هذي كنصور لكم باريك هو فوس بوكرا الشركة هذي يرونيها في طريق البلاية كيأرفوها العيون كيأرفوها هذي الأماكن هذي المهمة تكمانا هذا التكليف هذا هو في إطار في إطار هذا التأهيل المهني انتحان كفاءة مهينية ما هي اللي يزوجه الشيء الساتي دا انتحان كفاءة المهنية وانا في الطريق تشفي لانا طريق بجدر تغيير تماما عد طريق ومريحة صراحة هذه القهوة اجبرناها قافلة كنا نشربها فيها قهوة اجبرناها قافلة وقد اصدمت فيها كبرت عجبتني كنت خليتها زمان هذه الدخلة فيها فيها الشكل النعامة ودع الاسماك هذه الدخلة في البجدور صراحة قالوا القطب الشمالي وهذا القطب الجنوبي صراحة ان البجدور كبرت باله وزيان تعجبتني كنت ساعة كنت نقلسها عند اختي الكبير مولانا من هذا المينبار نسلم اليها ونحييها ونحيي ولادها ونحيي ولدها عمي ونقولها واني بيك اختي كبيرة اللي كانت صراحة كانت هي الام الثانية لانها كانت مربيتنا وكانت هي الوحيدة في الطار اللي ما قرأت مسكينة كانت مقابلتنا اه مربعتنا وكبرتنا وعلمتنا هي اللي علمتنا اللي يعودوا لها الفضل المسائل اللي كتشوفه كامل في القناة يعني كانت كتكدين على المسائل الصالحة والزينة واني بيخلي هالي ان شاء الله ويعمل انتم معالمة بها ويسمح لي من حقها ما قد جيتا هون بوجدور اه صراحة مشاغي الدنيا الله يسمحنا ان شو هذي 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 بوجدور هذا الصنطر هذي المدينة هنا كنحانو السيد اللي غالي نعاتلنا البلد اللي قايسين المدرسة اللي قايسين نراه قدامنا قدام هايك الوتة اللي قدامنا ليجي دينا باش مشول هايك المؤسسة اللي عندنا فيها العامل في مباشرة هون هذي المدينة اللي كانت فيها المحطة ما عرفتش انا ادريك واش مزلت المحطة هون انا كتاعة كنت كنجي عند اهلي هون ومشي للمحطة كينهون في هذا الكيوسك ما تتعرفت كانها مزلت فم هذا الصنطر هذا الصنطر دي البوجدور انا عدت معاكم جولة خيفة هون في اطار طريقي للخدمة لان الحقيقة ما نمسالين وما نصايبين وعندنا ورانا تابعنا الخدمة وتابعتنا مسئوليات اخرى ديال البيت ديال الاسرة خسنا رجعوا يجعلها مولانا وسخر الله بخير وعلى خير ديال هون مباشرة هم تخلنا المؤسسة طلبنا من السيد المدير اللي استقبلنا بحفاوة الاعضاء اللي معايا احنا خمسة الاعضاء اللي يطول عمارهم كامل اساتيدة من خيرة الاساتيدة ومفتيش واساتيدة لما ابانوا عن عملهم الجاد وطلع عمار هذار وخيرت بهم عاقب منين منين كملنا المأمورية هون مشينا عدلنا واحد عدلنا واحد الجلسة معا سيد مدير كملنا الوثائق عمرنا المسائل كامل ومشينا ناقصنا الغداء بلد الغداء اللي ينتغدى ونعادتكم هون اللي ينتغدى هاد البلاصة الحقيقة ما عرفت هي اللي نعتمار كان منها يحد دلني استوعبت انا منين كاينة بالضبط دل هون الشمس كنت شاكع عني كنصور ساعة الشمس كانت لعبة دورها ندخلنا للمقهى اللي ينتغدى وفيه انا ضمنضيت صراحة الحوت سن ميمكن اللي نجيل بجدور ونضمنضي الحم ولا ضمنضي بجدور معروفة بالحوت وما بغيت الحوت المقلى الشوية كانت ما يواجدة وممنا صعيبين لها كانت غدت عطلت في ضمنضي الطاجين ديال الحوت والاساتيدة اللي معايا ضمنضة وطاجين ديال الحم تغدين هنا هذي القهوة طفيلة نقية وزوينا اجبتني صراحة بجدور تبارك الله ترقيت من شاء الله على اللي كانت قديما لنعدي بها تسع سنوات ولا عشر سنوات ما قد تلحقتها لان اهلي دائما كيجوا الاهلي اللي فيها دائما كيجوا البجدور باطل كيجوا العيون احساب روندوواتي الى غير ذالي صافي هون قيمنا ماشين راجعين البلدنا باذن الله عاد من المرقت من المقهى عارفت على انني كنت في الاتجاه ديال واحد حيين قلب حي العودة كان في الدخلة ديال بجدور من قد من قد مدينة الداخلة المهم هالي هي الخرجة ديالنا خرجنا خرجنا هون صافي مين وفين المساين وفين المهم ديالنا على احسن ما يرى مرقنا هنا قبضنا الطريق شورة العيون هذا الصنطر في المدينة صافي عقب منين مرقنا ماشينا وحنا في الطريق شفنا تاروما ماشي نعدلنا فيها الجولة خفيفة انا كنصدركم هون في مدينة او في قرية قرية الصيادين تاروما خمسين كولومتر عن مدينة العيون جنوب مدينة العيون هي معروفة بالصيد ومعروفة بالحوت قرية صغيرة جدا انا كنت اتوقع على انها اكبر من ذا كامل لاني كنت نوبا فيتالي نمشي لها في اطار عضويتي في المكتب مدرس صفر على جهة العيون باعتباري عن النائب اللولة الرئيس غير كالظروف صحية وكنت معتقدة انها ستقعد كبيرة انا اول مرة سأدخل المدينة اول قرية تاروما قرية الصيادين دخلت لها هون عملنا فيها جولة هاك وصلينا العصر ورجعنا لبلدنا نجدها هون فيها فيها ديار متباعدين وقليدين سوف يرجعنا في رعاية الله وحفظه الى بلدنا والحمدالله احبوني البلدي والحمدالله تخطط المأمورية بخير وعلى خير وكانت الامور زينة من شاء الله واني بكم الى حلقة قادمة ان شاء الله رحمن الرحيم فيديو جديد او بلوغ جديد كنتمنى هاد الفيديو يعدعنا لإعجابكم وبما انكم دائما كتلحوا عليه على انني نشترك معاكم العمل ديالي حبيت هون نشترك معاكم الرحلة ديال العمل اللي كنا ننقيس مرة 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 في طرفايا مرة في جذور الى غير ذلك مرة في طمارة هذه هي حلقتنا ديال اليوم واني بكم الى حلقة قادمة ان شاء الله وفيديو جديد سواء في التدبير او في العمل الى غير ذلك واني بكم الى اللقاء او بكم